يختلط صوت المطارق والأزميل بضجة المدينة إذ ينشغل الرجال والنساء والأطفال في وسط وقادوغو في بوركينا فاسو بالعمل داخل حفرة منجم جرانيت في بيسي لجني القليل من الأموال ويعمل عشرات الأشخاص بوتيرة منتظمة من دون توقف منتعلين أحذية مفتوحة فحسب في مسار ضيق شديد الانحدار يرتفع من أسفل المنجم وينفذ كل منهم المهمة المكلة إليه ويحقق كل عامل ربحا بسيطا عادة ما يكون أكثر بقليل من دولار واحد أو اثنين في اليوم أصبحت هذه الأرض الخالية الواقعة في بلدة بيسي وسط الطرق والمنازل على مدى أربعين عاماً حفرة كبيرة بعمق عشرات الأمتار حفرتها الأيادي وتخترق رائحة الإطارات المشتعلة الحلقة بسرعة إذ يكسر العمال في قاع المحجر الجرانيت باعتماد نظام دي وهو مزيج من إطارات شاحنات وخردة معدنية تحترق لأيام بهدف إضعاف الحجر ليصبح تكسيره سهلاً بعضنا نرى عقلاتهم وعضناك العقلات الذي يسرى لهم وعضناك العقلات، وعضناك العقلات وعضناك العقلات هناك الكثير من عقلات العقلات وعضناك أيضاً كثيراً ولا يضع أحد في هذا المكان كمامة أو خوذة أو أي وسيلة لحماية نفسه فالجميع يتنفسون دخانا ساما طوال اليوم